موسيقى ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول بي بيكين للمشاركة في منتدى التعاون الصين إفريقيا والدورة التحضيرية للمنتدى تقيم مستوى الشاركة موسيقى وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة مؤكدة لوباء فوليرا خلال الأيام الأربعة الأخيرة والمدير العام لمهدي باستور يؤكد تطويق الوباء ويدعو إلى التقييد بأساليب الوقاية مزير والسكن يدعو إلى تسريع وثيرة الأشغال بالمدينة الجديدة بوينان بالبوليدا وتوزيع أزيد من 2200 وحدة سكنية بمختلف السياغ بكلمسان موسيقى وزارة التعليم العالي تفتتح أرضية رقمية للحصول على مختلف الخدمات الجامعية وانطلاق المرحلة النهائية من التسجيلات الجامعية على امتداد خمسة أيام موسيقى المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية المتخصصة في صناعة البرغ بيغليزان تراهن على تغطية احتياجات السوق المحلية ومضاعفة الإنتاج والتصدير موسيقى تحية لكم مشاهدين أهلا بكم وقبل تفصيل كل ما ورد في العنوين هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تان دايكوانغ بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية معاربا له عن ارتياحه للمستوى المميز الذي بلغته علاقة والصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والتي ستزداد متانة واتساعا في المستقبل بفضل الالتزام المشترك والإمكانيات الواسعة المتاحة للبلدين ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حل اليوم الوزير الأول أحمد أيحيا بيبكين للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي المقررة غدا وبعد غد وكان أيحيا مرفوقا بوزير شؤون الخارجية عبدالقادر مسهل وتحضيرنا للقمة شاركة مسهل اليوم بيبكين في الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى الشاركة الصين إفريقيا الدورة التي سمحت بتقييم مستوى الشاركة بين الجانبين تم خلالها المصادقة على مشروعي بيان بيكين ومخطط عمل 2019-2021 الذين سيتم عرضهما في قمة رؤساء الدول والحكومات غدا مفدنا زكريا ميهوبي الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ناقش عدة نقاط تتعلق بإعلان بيكين المرتقب للقمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي وتبرز فكرة بناء مجتمع مصير مشترك عبر الشراكة المربحة للجميع كأهم محاور الإعلان محور ينسجم في أهدافه مع المبادرات الجزائرية لليوم العالمي للعيش معا في سلام والذي أقرته الأمم المتحدة يؤكد وزير شؤون الخارجية عبد القادر مساهل العيش معا في سلام والمبادرة السينية للمجتمع مشترك مصير مشترك نفس الفكرة في الحقيقة مصير مشترك أو نعيش معا في سلم هذا ما نأمل إليه كجزائر نأمل إلى عالم يعيش في سلم يعيش في استقرار يعيش في احترام القانون الدولي يعيش في احترام سيدة الدول يعيش يعني في دمقراطة النظام الأممي رهانات محاربة الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة وكذا تعزيز الأمن وشراكة الاقتصادية الصينية الإفريقية ستكون مطروحة على طاولة أشغال قمة بيكين أولا سندخل في حوصلة ما جرى منذ القمة المنصرمة التي جرت في 2000 وهم الساعة جوانزبورغ لتفعيل ورقة الطريق وبرنامج العمل الذي اتفق عليه القادة الأفريقية مع القادة السينيين ستكون بيان بيجين وهو بيان سياسي على تعميق الشراكة ما بين القارة الأفريقية والصين وثانيا الواثقة الثانية تكون يعني برنامج عمل للثالث سنوات المقبلة ما بين 2019 و2021 وندرس كذلك جدو الأعمال القمة التي ستنطلق غدا إن شاء الله مشاركة قياسية شهدها الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي الأفق شراكة استراتيجية شاملة بين الصين والقارة السمراء ونقاشات ومشاورة همة ستكون مطروحة في أشغال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في سياق تجسيد التعاون والعمل المشترك من أجل بناء مجتمع أقوى وهو شعار منتدى بيكين مفدنا زكريامي هوبي ثانية قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي الحدث الأبرز في الأجندة السياسية الصينية خلال السنة الجارية تحت شعار الصين وإفريقيا نحو مجتمع أقوى بمصير مشترك عبر الشراكة المربحة للجميع المنتدى سيشهد مشاركة العديد من القادة الأفارقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب 27 منظمة دولية وإفريقية الجزائر وبرصيد 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتميزة مع الصين تشارك في أشغال هذه القمة حيث سيمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليق الوزير الأول أحمد أويحيا وتعد الصين الشركة الاقتصادية الأولة للجزائر بمعدل سنوي يزيد عن 8 مليارات دولار من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية كما ترتبط الجزائر مع الصين بشاركة استراتيجية شاملة قائمة منذ سنة 2014 نقاشات ومشاورات هامة ستكون مطروحة خلال قمة بيكين أهمها بناء مجتمع مصير مشترك للصين ودول القارة الصمراء في إطار الشركة المربحة والمنافع المشتركة للطرفين وهذا من خلال إيجاد استراتيجية أقوى للتعاون الاقتصادي والرفع من قيمة التبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا والتي تقدر حاليا بمائة وسبعين مليار دولار مع رقم استثمار صيني في إفريقيا بمائة مليار دولار وينتظر أن تكون قمة بيكين رافضا جديدا في صالح مبادرة الحزام والطريق والتنمية في إفريقيا والصين عبر استحداث آلية للتنسيق بين المبادرة وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة الفين وثلاثة وستين وكذا أجندة الأمم المتحدة الفين وثلاثين هي القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي قمة تتزامن والذكرى الستين لإقامة العلاقات الجزائرية الصينية والرقم ستون في الثقافة الصينية يرمز إلى النضج وإلى بدء مرحلة جديدة ستكون فيها العلاقات الاقتصادية محور العمل على العلاقات الجزائرية الصينية زكريا ميهوبي بعثة التلفزيون الجزائري إلى العاصمة الصينية بيكين يفتتح غدا البرلمان بغرفته دورته العادية لسنة الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة 15 من القانون العضوية الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذل علاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في قطاع السكن وخلال زيارتها العمل والتفقد التي قادت وزير السكن والعمران والمدينة عبدوحي الطمار إلى المدينة الجديدة بوينان بالبوليدة دعا إلى تسريع والتيرة أشغال إنجاز السكنات لتسليمها في الآجال المحددة المتابعة لفيروز هرنوف بالكبير وزير السكن والعمران والمدينة وخلال زيارته إلى المدينة الجديدة بوينان بالبوليدة وبعد أن شدد على الإسراع في إنهاء الأشغال المتبقية في حي النخيل وتجهيز المشاءات القاعدية اللازمة وإعطاء الأولوية لمكتتبي عدل في استغلال محلات أحيائهم السكنية أعطى موعدا لتوزيع أزياد من 3600 مسكن من صيغة عدل خلال شهر أكتوبر القادم وتوزيع أزياد من 5000 أخرى بالموقع نفسه نهاية السنة الجارية ولا يفوتني هنا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكرة والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الإمدادات المالية والأعداد الهائلة من السكانات المسجلة في برنامجه والتي ستسمح لنا بمباشرة عملية إسكان مواطنين في الأيام القادمة فور الانتهاء من بعض الأشغال المتبقية وذلك رغم الصعوبات المالية الضرفية التي تمر بها البلاد سكانة عدل بالمدينة الجديدة بوينان والتي أنجزت بمعايير راقية عينها شخصيا السيد الوزير للتأكد من مدى استجابتها لتطلعات المواطنين وشوفوا النوعية وإلا عندكم دورو ماركوني لا باش مابقاش دوك تأويلات وهذا ومبعد تسكنو وحتى النقائص أنا غاد يقولهم قول ما تقولوهم توم علاش باش حنا المهم تعنا كيتسكنو سكنو مسترحيل أدوك تجي واحد تعليمة على اللي لوكوب واللي الميكرو انتربريج اللي داوا القرد في لانجام وهذا هادو سهل عليهم البروسيدور هادو تجي تعليمات بريوريتي سويتو دولي أفرميال يقدر يدير هادو المدينة الجديدة بوينان بالبوليدا هي إذن إحدى المدن الجديدة الخمسة المبرمجة على مستوى الوطن بنحو 35 ألف وحدة سكنية من مختلف الصياغ وأزيد من ألفي مرفق عمومي هذا وتتواصل بتلمسان عملية توزيع السكنات وتسليم قرارات الاستفادة من إعانات مالية مخصصة للبنائية الريفية حيث تم توزيع أكثر من 2200 وحدة سكنية بمختلف الصياغ كاميليا حموم هي أجواء الفرحة التي عاشتها العائلات خلال توزيع أزيد من 220 وحدة سكنية بمختلف الصياغ وكذا تسليم قرارات الاستفادة أعلى فرحانين وشكركم بزاف بزاف الحمد لله على السكن اللي ديناها الحمد لله إنه إنسان واحدة زاد جديد ومقرر استفادة تعمل دولة تعستكن الريفية 70 مليون سنتين ورقوبة إن شاء الله لرماعة بفضل بررامج فخام طرس الجمهوريس للعبز والتفريقة أشرفنا اليوم كما ترون على توزيع 1243 سكن منها 323 سكن إيجاري و920 سكن من عبارة عن إعانات في بناء الريفية بقية المراحل القادمة يعني من إلى غاية نهاية السنة توزيع ما مجمعه 15 ألف و7 سكنات بمختلف السيغ الأحياء السكنية التي تنتظر العائلات المستفيدة مجهزة بمختلف المرافق الضرورية ناهيك عن المساحات الخضراء التي أعطت جمالية للبكان هذه الفرحة كنا نستنع فيها في ذا زمان والحمد لله نشكر البرنامج المسطر من طرف السيد الرئيس الجمهورية في إطار السكنات الريفية والاجتماعية وعليه تواصل ولاية تنمسان برامجها السكنية المتنوعة وبمختلف السيغ التي من المنتظر أن يتم توزيعها على مستحقها قبل نهاية السنة صحيا الآن أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لوباء الكوليرا أنه تم تسجيل خفاض محصوص في عدد الحالات المشتبه فيها والتي تم استشفاؤها خلال الأيام الأربعة الأخيرة بمعدل لا يتعدى ستة حالات يوميا كما أكدت أن الوباء يبقى محصوراً في ولاية البوليدة فقط في حين تبقى فرق والصحة مجندة في الميدان إلى غاية تحديد مصدره بدقة مضيفة أن نظام اليقظ والتأهب الذي أقرته الوزارة سيبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء نهائياً على الوباء هذا وأكد المدير العام لمعهد باستور زوبير حراف اليوم لدى نزوله ضيفاً على نصرة الواحدة أن العمل ما يزال متواصلاً للكشف عن مصادر أخرى لداء الكوليرا بعد معاينة ينبوع سيد الكبير وذلك بتحليل المزيد من مياه الينبيع معتبراً أن التحاليل التي أزريت على فاكهة الدلع أثبتت سلامتها من الداء داعياً المواطنين إلى التقيد بأساليب الوقاية حتى الآن تم تطويق هذا المرض وكل الحالات التي كانت مشتبهة فيها وكانت قد أكدنا فيها داء الكوليرا رأي تعفات وبرات وكامل أبقى بعض الحالات منحاصرة في بعض الأحياة في البوليدة هذه ما هي الإجراءات؟ حنا هي الإجراءات الحالية هي البحث عن الأشخاص اللي رأهم ربما في جسمهم عندهم الجرثوم ما هم مش عندهم الأعراض لبورتير ساهدوما اللي يمكن يشكلوا خاطر في انتشار الوباء حنا رأنا في إطار وفي مرحلة باش نبحث عن هاد الأشخاص اللي رأهم ربما حاملين لهذا الجرثوم وما هم مش على بلهم رأنا في منحنة نزول نزول هذا الأفلانبي هذا البيبيديمي وإن شاء الله بعيدا عن التهويل بعيدا عن التهويل إن شاء الله قبل الدخول بالدراسيين نتمنى أن لا يكون أي حالة جديدة تطمينة بدأ عكاسها واضحا على أسواق الجملة للخضر والفواكه التي عادت بها الحركة بعد انقطاع دام أسبوعا كاملا بسبب انتشار وباء الكوليرا العين من سوق الجملة لبوغرة بالبوليدا مع ليلة محمد محدود هي عودة الحركة لسوق الجملة للخضر والفواكه ببوغرة بعض فترة من الركود مواطنون يقاطعون الفواكه الموسيقى خوفا من الإصابة بالوباء قمنا باقتطاع عينات شلاظة يعني الصلاة التي كنا دلنا مع الكارات الزرودية مع البيطراف مع الخيار قمنا باقتطاع عيناتهم وديناهم المخبر الموجود على مستوى يعني المخبر النظافة لمستوى بولاية البليدة المعروف قمنا باقتطاع عينات وكانت العينات كلها سليمة لكن أكد عدم إصابة الفواكه والخضر وأنها سليمة تماما وهذه مجرد إشاعات لإصابة والمساس بالمتوج الفلاحي الجزائري خضت بلدنا كالمصالح معنية وكالمؤسسات صهرانة على مراقبتها وعلى سلامتها قمنا نشوفوا يعني حركة اللي دعينا عودة الحركة اللي دعينا تجار تزيئة يعني باش يعني يقتنوا السلع وما يخافوش يعني يجووا يقتنوا السلع والتجار الجملة والاستقبال من الآن للإدارة تستقبلهم حسن استقبال كثيرا ما ترتفع أسعار الخضر والفواكه بسبب إشاعات مغالطة خاصة ندم تعلق الأمر بانتشار الأوبئة وعليه لا ينبغي الإنسياق وراءها وعشية الدخول المدرسي إجراءات صحية ووقائية جرى اتخاذها بعين دفلة تزامنا واستلامها هياكل تربوية جديدة من بين 184 مشروعا تجري الأشغال بها محمد أمين بوتومي ولاية عين الدفلة التي تحصي أزياد من 219 ألف تلمي تعززت بمناسبة الدخول المدرسي بهياكل تربوية موزعة على مستوى التجمعات السكانية الجديدة الاستلام والانتهاء يدخل حيز لتخدمة إن شاء الله مجمعين مدرسيين وكذا زوج أنصاف داخليات 23 مطعم مدرسي و21 قسم للتوسيع بالنسبة للمدارس باقي البرنامج جرى احنا في صدد الاستلام خلال كل شهر يعني عنا استلام لمشاريع متعددة إلى غاية ديسهم بعض المجمعات السكانية الكبرى مثل حي قوادري هنا على مستوى بلدية عين دفلة وكذا بحي 950 مسكن على مستوى بلدية 5 مليون هذه الأحياء يعني توفر على جميع الشروط الخاصة بالتهيئة الخارجية ولضبط الأمور التنظيمية اجتماع جمع والي وليت عين دفلة بالمدراء التنفيذيين خصوصا الترتيبات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية واجتماع آخر على مستوى مديرية التربية لتبلغ آخر توصية وزارة التربية الوطنية اطينا تعليمات وتوجيهات لتنظيف كل الخزانات كل دورات المياه نصف داخليات المطاعم المدرسية والعمل يعني رحى جاري هذه الأيام ومن المبادرات التي تستحق الإشادة بعين الدفلة تزيين محيطات المدارس مثل ما فعل أولياء تلاميذ مدرسة مليان محمد بتجهيز ساحة المدرسة ومحيطها بدفع مساهمات مالية بدوره تعزز قطاع التربية بولاية قسنطينة بهياكل تربوية جديدة بما سيسهم في التخفيف من الضغط الناجم عن عملية الترحيل أمينة باطوش منشآت تربوية جديدة ستفتح أبوابها مع الدخول المدرسي المقبل بولاية قسنطينة والتي ستساهم حتما في التخفيف من الاكتضاء داخل المدارس خصوصا في المناطق السكنية المرحلة مؤخرا في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية والعناية التي يوليها لهذا القطاع وبفضل هذا البرنامج هذه السنة لقد حضرنا بالنسبة للإبتدائي عشر مؤسسات إبتدائية أما بالنسبة للثانوي فقد حضرنا ثلاث مؤسسات أو ثانوية جديدة فيما يتعلق بالطور الإبتدائي أنا أطمئن المرحلين تأخذت جميع التدابير من أجل استقبال التلاميذ وكعملية نوعية لهذا الموسم تم على مستوى الولاية ومركزة المطاعم سوف نستلم هذا الأسبوع آخر هذا الأسبوع 14 مطعم مركزي وعيد تهيئته وفي الجانب التضامني تم تخصيص 37 ألف محفظة جاهزة وكعينة بلدية الخروب التي شرعت في توزيع نصيبها من هذه المحافظ مشينا وزعنا من أصل 15 ألف فرانا وصلنا إلى 13 ألف وثمينمائة محفظة لوزعناها مع هذا الدخول الاجتماعي نمشون مئة مدرسة إن شاء الله يعني فيه الهيئة القديمة والجديدة إذن فجميع التحذيرات ضبطت على مستوى الولاية لدخول مدرسي بداغوجي ناجح بامتياز تحذيرات الدخول المدرسي لا تكتمل دون اقتناء المستلزمات الدراسية افتتحت أمس ببهو رياض الفتح بالعاصمة فعالية وطبعة الثالثة للصالون الوطني للكتابي المدرسي وسط حضور لافت للاولياء والأبناء وهي بهوام زيدات في هذا الفضاء التربوي الواسع أولياء وتلاميذ جاءوا من كل مكان لاختناء الكتب المدرسية بريفيري نشري كومبلي في المعرب يدخل طفل دي بيدلاني يدخل لكتابات كومبلي جيت مع بابا بش نشري كتابات بش نحوسوه وحما قام الشاهد نتفرجوه في المتحف كتب الرياضية لغة عربية تربية إسلامية في الطبعة الثالثة للصانون الوطني للكتاب المدرسي كتب متوفرة في جميع المواد هيا هاو كينا موجدين الحمد لله هيا كينا موجدين شروف يعني هيا بما نظلوش احنا بالمدارس الغشي بزاي بعد وما كانش هاو ما كانش هيا احنا لقينا لوكازيون الهنا با هنا نشري هما ينفوه ببورتوت جيت من عين ليلة لقينا الكتب موجدين الحمد للاختاكش أنا العام لي فاتم لكتب نقصيني في توزية في توزية ما لقيتهم شكتان هدان تسلفت من عند الولاد صحابي عقا جاء احنا جينا هنا مقام شهيد هنا مقام شهيد شفنا جينا نشوفه المعرض اللي رأينا بس حكي لقيت لوكازيون بروفيتي بش مانتاشف المونغ تاع الاسرائي في العام اللول بس كانت عندي بنتي في سنة الأولى هيا قد اصرالي توليد نجري نكمل في البر احنا بروفيتي لكازيون تاع الوكازيون تاع الواكنس لك عندي سنة أولى سنة ثانية متوسط وسنة خمسة ابتدائي اذا كل الظروف مواتية لانتلاق مدرسية موفقة ولكن الظروف الادارية لا تبدو انها مواتية في ظل تجدد مشاهد طوابير الاولياء بالبلديات لاستخراج الوثائق المطلوبة من المؤسسات التربوية مع بداية كل دروس دخول مدرسي بالرغم من الاجراءات الجديدة لوزارة الداخلية العين من بلدية دراريا بالعاصمة مع ليلى محمد محدود هو سيناريو نفسه يتكرر مع كل موسم دراسي جديد طوابير في كل بلدية لاستخراج الوثائق الادارية المطلوبة حالة من الضغط باتت تؤرق حتى العمال بالرغم من تعليمة وزارة الداخلية التعليمة تقول لك إعفاء المواطنين من استخراج جميع الوثائق المتوفرة في السجل الآلي للحالة المدنية وهذا السجل راه متواجد على مستوى وزارة التربية على مستوى كل المدارس والهيئات التربوية عامة وزارة الداخلية بتمديد مدة صلاحية الوثائق المستخرجة من طرف المواطنين كشهادة الميلاد التي كانت صالحة لمدة سانة صارت صالحة لمدة عشر سنوات وشهادة إقامة مدة صلاحية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر شهادة الحالة العائلية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر هذه الوثائق دائما زادت فيهم المدة تاع وزارة داخلية لكن دائما دائما نشاهد هناك حالة اكتضاد وتعدم تفاهم من طرف المواطنين تقريب الإدارة من المواطن هو الحل الأنجع لتجنب الأعباء والاكتضاد انطلقت اليوم التسجيلات الجامعية النهائية عبر مختلف جامعات الوطن والتي تستمر إلى غاية السادس من الشهر الجاري حيث تم توفير كل الظروف لاستقبال الطلبة وضمان دخول جامعي ناجح نور دحماني نسرين طالبة بجامعة الجزائر واحد أتمت اليوم تسجيلاتها النهائية تسجيلات سهلة جئت لفوميولا عمرته جئت لهنا داولي الكاشي مددوا لي البطاقة عملت سجيل كاتمليحة حبيت نجيل برميجور خطش كابب ما يقبلونيش يبعتوني جامعة وحدة أخرى من بعد كدير مئتين مات كما خرجت ليش داروا لي بعتوني أغشيت بعد خلاص كل يوم نطلق دفعة محددة من الطلب حتى يكون المهمة سهلة لتسجيلات الكافية وعندنا تلت مراحل المرحلة الأولى هي ملء الاستمارات وتكوين الملف والمراحل الثانية نقوم ب في حالة إذا كان الملف كامل يقوموا بتسجيلات نهائية إمكانية بشرية ومادية وضعت تحت تصرف الطلبة لتسهيل عملية التسجيل في ظروف محكمة إجراءات خاصة بالمتخلفين والمتأخرين عن التسجيل وفقا للمرحلة المحددة من قبل الوزارة الوصية معالجة الحالات الاستثنائية والتي كانت محل منشور وزارة تم نشره مؤخرا وهي المرحلة التي سنشرع فيها ابتداء من سبعة من الشهر الحالي إلى غاية ستاش من شهر سبتمبر وهي المرحلة التي سيتم التكفل ببعض الحالات ويجدر التذكير أن كل الحالات الخاصة تم لمركزيتها هذه السنة وستتم عبر المؤسسات الجامعية تحت مراقبة نظام الإعلامي المدمج الموسم ببروغرس عملية التسجيل متاحة للطلبة الجدد عبر ولايات الوطن إلى غاية السادس من هذا الشهر هذا وأعادت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح أرضيتها الرقمية للحصول على مختلف الخدمات الجامعية العين في النشر من الإقامة الجامعية لباب زوار بالعاصمة مع محمد أمين بوتومي الأرضية الرقمية التي تشرف عليها خلية منصبة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتيح للطلبة فرصة للحصول على مختلف الخدمات الجامعية من إيواء منحة ونقل وهذا ابتداء من نهار اليوم عملية هذه الطلبة لإيواء سنضيف إليها إن شاء الله عملية تخصص للمنحة وللندقل وهذا ابتداء من 2 سبتمبر إن شاء الله من 2 تنتلق من 2 إلى 16 سبتمبر وبالتركيز على الإيواء فأكثر من 76 ألف مقيم كانوا قد تحصل على مواقع أحيائهم الجامعية ومن المتوقع أن يبلغ العدد بعد إعادة فتح الأرضية الرقمية 100 ألف مقيم جديد نذكر فقط أن السنة الماضية عدد الطلب المقيمين كان بلغ 499 ألف و327 وبطاقة نظرية 500 ألف سرير الآن هذه السنة سوف ترتفع الطاقة النظرية بـ 45500 سرير جديد إضافة إلى 6 مطاعم جامعية فوق 6 مطاعم جامعية نعم جديدة يعني تنضاف إلى 535 مطعم الموجود حاليا فأظن أن المعطيات والأرقام تعطي نظرة أن الدخول الجامعي سوف يكون مريح ومتحكم فيه وكعينا في موضوعنا اطلعنا على التحذيرات لإستقبال الطلب المقيمين على مستوى الحي الجامعي باب الزوار بغض النظر على الإيواء والإطعامنا عندنا مرافق منهم سيبر كافي عندنا البوتيكة المنتصر الجنرال عندنا نفوي لكي يقدم كل الخدمات مصرحة النشاطات الثقافية والرياضية عندنا ملعب لتكون هذه الخدمات وغيرها متاحة لأكثر من نصف مليون طالب مقيم من مجموع مليوني طالب كما أردنا في العنوين ومن بين الفروع الصناعية التي يعمل المجمع الجزائري للميكانيكا على تطويرها صناعة البراغي عبر شركة أرسيم بودرهيو بغليزان الشركة التي تغطي نسبة خمسين في المئة من السوقي الداخلي لها تجربة ناجحة أيضا في التصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية رابح مداوي الظروف والأهداف التي نشأت فيها صناعة البراغيو هنا بمصنع أرسيم بودرهيو منذ أربعين سنة ليست هي نفسها اليوم أشهد على ذلك حجموة نوع الإنتاج التسيير وتقسيم العمل بشركة عمومية فرضت حضورها بالسوق الداخلي واستطاعت أن تصدر كمية هامة من إنتاجها من البراغي لعديد البلدان العربية نغطي احتياجات الشركات الوطنية بنسبة خمسين بالمئة حاليا والهدف تاني على الموين تاني ستدطي 80% للساتيسفاكشون لبزونا المارشة الوكال وعندنا عين ما تحضر له الشركة وبقوة أن يكون لها حضور أكبر في عدد المشاريع بعديد القطاعات ولعل أبرزها بمشروع الأربعمائة ألف سيارة التي تنوي مختلف مصانع التركيب ببعثها في الجزائر فالمناولة بالنسبة لها أساس الوجود والبقاء والرفع من الإنتاج ومن رقم الأعمال في مصنع النوعية به تراقب في جميع مراحل الإنتاج من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد الجراك في تخصص فحص الفيزيائي والكيميائي للمادة الأولية والمواد المعدنية كما يسهر القسم المراقبة في ضمان نوعية المنتوج من أجل إرضاء الزابون ما استثمرته أرسيم في الإنساني في الهياكل والتجهيزات وما وجدته من مرافق في عديد الجهات كإطارة الجبار كعدة تستير يمنحها حضوظا أوفر لتوسيع المناولة واستقطاب الشرك وقفت توزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطم زهر زرواطي خلال اليوم الثاني من زيارتها لولاية تورغلا وقفت على منشآة قطاعية هامة أبرزها المفتشية الجهوية للبيئة ومخبر التحالي للبيئية سهيل بن دانيا أبرزت الجمعية النشطة في المجال البيئي دورها في المحافظة على السلامة البيئية بورغلا خلال المعرض الذي زارته وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطم الزهر زرواطي وعرض فيه النشطون في المجال البيئي والتنمية المستدامة تصورات مختلفة لرسكلة النفايات وجمعها وكيفيات متنوعة للحفاظ على البيئة والمحيط واستعرضت مديرية البيئة بورغلا نشطها في تربية النشأ على الحلول البيئية وأبرزت دور النواد المدرسية في الاهتمام بالبيئة والمساحات الخضراء بالمؤسسات المدرسية نعرف أن هذه المشاكل البيئية تعرف تجديد إلى غير ذلك لكن لازم تكون فيه كذلك التفات المواطن حول السلطات المحلية وحول المنتخبين من أجل الحل المشاكل في هدوء أولا من أجل حسرها ومن أجل كذلك الإعلامة عن المواطنين ومشاركتهم الدائمة كما وضعت زرواطي حيز الخدمة المفتشية الجهوية للبيئة ومحطة لمراقبة البيئة مهامها جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المؤسسات العمومية والهيئات المختصة أكد وزير شؤون الدنيا والأوقاف محمد عيسى بمنتدى المجاهد أن موسم الحج لهذه السنة يعتبر الأحسن من حيث التنظيم منذ 2014 محمد عيسى كشف بالمناسبة أن الملف الذي سيرفع إلى الوزير الأول بخصوص موسم الحج يتضمن تقريرا بالصور والتسجيلات ستعده لجنة الرقابة التي تم استحداثها لرصد الانزلاقات مضيفا أن معظم الحجاج عبروا عن ارتياحهم لمستوى الخدمات قدمت تحليلا يفيد بأن موسم الحج كان ناجح بل كان أنجح موسم منذ إدخال الإصلاحات على منظومة الحج في سنة 2014 ولاحظت بأن التفاعل بين البعثة الجزائرية وبين الحجاج أصبح إيجابيا وأصبح تفاعلا حقيقيا يؤدي إلى حل المشكلة كلما الطرأ ولاحظت بأننا استطعنا أن نصل إلى بعض الأهداف المستطرة في سنة 2019 وصلنا إليها في سنة 2018 كما أننا تمكننا بفضل حيئة الرقابة التي دخلت لأول مرة في بياثة الحج الجزائرية تمكننا من رصد كل المخالفات وكل التقصير وكل الإخلالات التي حصلت من طرف المتعاملين الذين تعاقدنا معهم حزبينا الآن عقد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اجتماعا تشاوريا مع مجموعة الأحزاب الخمس عشر المنضوية تحت لواء مجموعة الاستقرار والإصلاح التي يرأسها الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بالقاسم الساحلي لإطلاق مبادرة بناء الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها رئيس والجمهورية السيد عبد العزيز بودفليقافي العشرين أوت الفارض الاجتماع توجى ببيان أكدت فيه الأحزاب المشاركة دعمها المطلق لرئيسي الجمهورية وللاستمرارية وانخرطها الكامل في مسعى بناء هذه الجبهة لحماية ثوابة الشعب الجزائري وتوطيد وحدته وحماية الجزائر وتحصينها والحفاظ على أمنها واستقرارها إن الدعو الصادقة لبناء الجبهة الشعبية الصلبة يهدف أيضا إلى تحقيق المزيد من تجند وتغافر الجهود للوقوف سد مانعا في وجه من يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها ووحداتها وسيادة مؤسسة الدستورية ومواجهة كل مؤامرات والمناورات السياساوية المغردة اليوم نتكلم على الجبهة الشعبية الصلبة التي نادى بتأسيسها فخمت الرئيس الجمهورية واليوم هذا الاجتماع هي الانطلاقة لأننا فيه 17 الحزب عندنا تقريبا 20 جمعية وأحزاب أخرى يكون اجتماعا قارب إن شاء الله كنا معا مهم هي تلبية وتحقيق وتجسيد نداء سيد الرئيس في طار هذا اللقاء التشاوري الذي يجمع 15 حزب سياسي منضوي تحت لواء مجموعة الاستقرار والإصلاح مع حزب جبه التحرير الوطني وبمبادرة كريمة من هذا الأخير فإننا كأحزاب نجدد عرفاننا ودعمنا لسيد الرئيس الجمهورية وانخراطنا في مسعاه النبيل المسعى الذي عنوانه الاستمرارية وإطاره الجبهة الشعبية القوية وهدفه رفع ثلاث تحديات أساسية هي الحفاظ على الاستقلال وتعميق الديمقراطية وتنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الوقوف في وجه جميع المناورات الداخلية منها والتهديدات الخارجية وقبل استكمال باقي ملفاتنا يرفع على ما سمعنا أذن صلاة العشاء للعاصمة وما جاورها من مدن بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله أمنا شكراً لكم حي على الفلاح شكراً لكم الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته تقبل له صلاة الجميع في باقي ملفاتنا وفي إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي سلم إرهابيان نفسهما اليوم لسلطات العسكرية بتمرست ويتعلقوا الأمر بكل من عبدالله كلاغلاغ المدعو يعقوب حسن وعلي ولدبادي كلاغلاغ المدعو ساعد وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الإرهابيان الذين التحقوا بالجماعة الإرهابية سنة 2010 كان بحوزتهما مستدسان رشاشر من عيك لاشنيكوف ومخزنا ذخيرا مملؤان هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة نتائج نوعية المحققة ميدانياً تؤكد اليقظة الدائمة والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة طرابنا الوطني وإحباط أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد وفي إطار محارفة مكافحة الإرهاب دائماً ضبطت مفارز أولي الجيش الوطني أمس بكل من برج باج مختار وعنقزام مندقيتين نصف آليتين من نوع سيمينوف ومستدساً آلياً وسبعة كيلوغرامات من المتفجرات تيانتي وكمية من الذخيرة في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى سبع قنابل تقليدية الصنع إثرى عملية بحث وتمشيط بالمدية وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بيتلمسان تجري مخدرات بحوزتهم مائة كيلوغرام من الكيف المعالج في حين أوقفت مفارز أخرى مهرباً كان على متن شاحنة محملة بكمية من الوقود بيتيندوف وأوقفت ستة منقبين عن الذهب ببرج باج مختار من جهة أخرى ضبط عناصر والدرك الوطني بالوادي ثمانية قنطير من مادة التبغة في حين حجزوا كميات معتبرة من مختلف المشروبات وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من وهران مستغنم وتيارت وبعناب أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لأحد عشر شخصاً في حين تم توقيف ستة وعشرين مهاجراً بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من تلمسان وغردايا والآن محطة دولية متفرقة نتابعها مختصرة مع خالد أهبي اللعب بالنار على خطورته إلا أن السلفادور تقيم له مهرجاناً يرمي فيه المشاركون كرة اللهب على بعضهم البعض الاحتفاء يخلد ذكرى أسوأ انفجار بركاني شهدته بلدة نجابة في القرن السابع عشر وأجبر كل سكانها على مغادرتها وينصح طبعاً بعدم تجربة هذا اللهو المتهور ولأن الطبيعة قل ما تجود بها خصص لهذه الأحجار النادرة متحفاً فيد الإنسان اكتفت بتلوين ما رسمته الطبيعة على هذه الأحجار من أشكال تشبه الزهور والطيور مؤرخة لفن صيني متوارث منذ آلاف السنين قبل أن تصبح موضة كان للحا يومها العالمي الذي يحتفي بالآلاف ممن آثروا عدم حلق ما يعتبرونه رمزاً للرجولة وبعد أن يجتمعوا يحين الوقت لمسابقة أفضل حلاق يضع لمساته على اللحية والفائز هو أمين إيران منش أصرف اليوم وزير والشباب والرياضة محمد حطاب على تكريم عدد من الرياضيين المتألقين في الألعاب شبه الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة وبالمناسبة أكد حطاب أهمية تكفل بانشغالة هذه الفئة قصد تحسين مسارهم ومستواهم الرياضي في المحافل الدولية مستقبلاً من خلال التكوين والتأطير الجيد اليوم كانت لنا فرصة كنا كالتاقين مع سيدك الوزير وحاول باش يستفيد من الخبرات تانا راحنا كأبطال وكرياضيين ويعني كانت كمبادرة طيبة جداً وسمع لكل الانشغالات تانا طرحنا عدة انشغالات وجاوبنا عليها وإن شاء الله نكونوا دون لجوا غابونيغ نكونوا في المستوى المطلوب ونقدموا أحسن للجزائر هي الرياضة الوحيدة قدرت تحصل على 58 ميدالية أولمبية بينها 20 ميدالية ذهبية لكل هذه الأسباب قلنا اليوم من باب الواجب نجعل من هذا الفضاء تقدير واحترام ومرافقة مادية ومعنوية ومالية من أجل السمح لهم بالحصة عن نتائج أخرى إن شاء الله وبالطرف عين أعضاء والمكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم رفقة السلطات المحلية وتابعوا إذن الموقع الذي اختارته اللجنة الفنية الاتحادية لإنجاز المركز الخاص بالتكوين محمد صالح بوساكر وسط هذه الغابات التي تغطي أعالي منطقة الزيتون بولاية الطرف اختارت اللجنة الفنية للفاف القطعة الأرضية لإنجاز المركز الوطني لتكوين الشباب الشباب بتاعنا والرياضة بتاعنا بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة باش نشتغلوا في ونكونوا مراكز للتحضير ومراكز للتكوين توفر سيولا مالية والمرافقة الإدارية لسلطات المحلية عاملان أساسيا لإنجاح المشروع هذا المركز منه على 24 شهر ولا شوي أكثر يعني يكون جاهز إن شاء الله باش تكون فيها أكاديمية ولما لا حتى يعني يجي الفريق الوطني إن شاء الله إذا كان كل الظروف يعني متوفرة يجي يتحضر لهنا إن شاء الله وهذا راح يكون يعني حافز لكل المنطقة إن شاء الله تاع ولي الطرف وهذا اللوكاليتين تاع تاعزيتون يعني مستهدين يعني استهداد تهم باش نكونوا رفيقهم رفيق يعني الاتحال جزيري لكورة الأدم هو مشروع هم هم جدا جدا يعني راح يزيد يعني إضافة يعني لولي الطرف يعني إضافة يسادية الرجل الأولى ويعني وإضافة في المجال الاتحادية الجزائرية لكورة القدم تتطلع أيضا لإنجاز مراكز أخرى من شأنها العمل على تطوير رياض كورة القدم الجزائرية وفي رياضة العسكرية توجد الفريق الوطني للخماسي العسكري بلقب البطولة العالمية العسكرية الخامسة والستين للخماسي العسكرية التي اختتمت اليوم بالنمسا كما أحرز الفريق والوطني للخماسي العسكري على ميدالية ذهبية حسب الفرق في تخصص يتتابع في شوطي المقاتل وهو الاختصاص الذي يتطلب قدرات فنية وبدنية عالية لدى الرياضين يأتي هذا تتويج الرياضي ليضفى إلى سلسلة الإنجازات ونتائج المحققة التي تؤكد نجاعة الاستراتيجية الرياضية المنتهجة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني ودعمها الدائم لمختلف التخصصات الرياضية العسكرية فهني أن في كرة القدم وبعد قرار سونطراك مالك فريق منودية الجزائر إلغاء قرار مجلس إدارة الفريق بتنحية المدير الرياضي قاسي السعيد عقد الأخير اليوم ندوة الصحفية تحدث فيها عن التزام بمواصلة العمل مع عميد الأندية الجزائرية وكشف عن اقتراب حسم صفقة الطاقم الفني الجديد بعد إقالة المدرب الفرنسي بغناغ كازوني ما تشوفوا الفريق اللي كان من سنتين والفريق تع الموسم اللي فات وتع هذا الموسم من ناحية التقنية الناس راي تقول باللي انتدابات فاشلة من ناحية التقنية الفريق عدرها وأحسن أحسن بكتير أنا قلت لكم أنا وضحت لكم باللي أنا في نفس المشوار تع الموسم اللي فات كيفاش رحنا نرجع تقيقة الأنصار كان حكينا نحن الوحد النتائج نتائج عندنا فريق اللي ممكن يحقق نتائج تدعيم للعارضة الفنية مع واحد اللي كان سبق له يشتغل في مولدية الجزيرة وما زلت عنده الأليسانس تاعه اللي فالب لو اتفقنا معه إن شاء الله والمدرب اللي سيكون رئيسي إن شاء الله يعني رح يصير أسبوع كله في اليوم المباراة يعني نحن نلقاه حل تاني معنا ونختب من عاصمة الحمديين التي انطلقت بها أمس فعالية الطبعة السادسة عشر للقاءات السينما تغرفية تحت شعار الزول سينما حيث يتضمن البرنامج أربعة وعشرين فيلما سينمائيا يعرض على مدار ستة أو ستة أيام التغطية لأمير رنباش وتقرير لخالد حجلالي فعالية الطبعة السادسة عشر للقاءات السينما تغرفية التي تحتضنها عاصمة الحمديين تضم قائمة أربعة وعشرين فيلما سينمائيا من بينها ستة أفلام جزائرية لم يسبق عرضها من قبل هناك علاقة حميمية بين السينما والفن وأظن أنها مسألة أخلاقية أيضا لأن مصالحة الجمهور السينمائي جد مهمة وعلى مدار ستة أيام سيستمتع الشباب الهاوي بعروض لأفلام طويلة وأخرى قصيرة وأشرط وثائقية تكون محل مناقشة لجنة التحكيم فيما يخص الأفلام الجزائرية نسجل مشاركة ستة أفلام جديدة ونلاحظ أن هناك تنافسا قويا بين شباب مبدع ومخرجين لهم لمسات فنية متميزة نريد أن نتقسمها مع الجمهور وهذا ما نهدف إليه من خلال هذا المهرجة السهرة الإفتتاحية عرفت عرض الفيلم القصير ونس للمصري أحمد نادر فيما برمج الجزء الثاني للسهرة للشريط الوثائقي تينو أفريل لمخرجه دندو الندير هو فيلم مصري قصير يروي الحب في سن متقدمة وهو غير مألوف في العالم العرضي حيث تعنى الشيخوخة بالتقاعد أو الجانب الديني في الفن السابع أمي ككل الأمهات لم تعطى لهن الكلمة لكنهن كنوز وهن أساس كل العائلات اللقاءات السينماتوغرافية تهدف إلى خلق احتكاك بين صناع السينما الجزائريين والأجانب أما معيار الاختيار فيستند على مدى جودة الإنتاج بقية فقط أن نذكرها بأبرز العنوان ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول بي بي كين للمشاركة في منتدى التعاون الصين إفريقيا والدورة والتحذرية للمتدى تقيم مستوى الشاركة وزارة والصحة تؤكدوا عدم تسجيل أي حالة المؤكدة لوباء الكوليرا خلال الأيام الأربعة الأخيرة والمدير العام لمعهد فاستر يؤكد تطويق الوباء ويدعو إلى التقييد بأساليب الوقاية وزير السكن يدعو إلى تسريع وثيرة الأشغال بالمدينة الجديدة بوينان بالبوليدا وتوزيع أزيدا من 2200 وحدة سكنية بمختلف السياغ بيتلمسان وزارة التعليم العلي تفتح أرضية رقمية للحصول على مختلف الخدمات الجامعية وانطلاقه المرحلة النهائية من التسجيلات الجامعية على امتداد خمسة أيام وتبعنا أيضا المؤسسة الوطنية للصناعة الميكانيكية المتخصصة في صناعة البراغ بيغليزان تراهن على تغطية احتياجات السوق المحلية ومضاعفة الإنتاج والتصدير بتواصل معنا دائما العنوين الظاهرة في الخدمة شكرا على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة